تسليط الضوء على تجربة مصرية الحقيقة استثنائية في القضاء على العشوائيات لأنها في مدة وجيزة العشوائيات دي وليدة عشرات السنين فلما تعمل الإنجاز ده في أقل من 9 سنوات لأنه مثلا القضاء على العشوائيات الخطرة حصلت في خلال 8 سنوات كنا خلصنا عليها يعني 22 كنا خلصنا تعالى أوريلك الحقيقة المركز الإعلامي مشكورا أيلنا إيه الأول هم سبع صفحات أخدهم لك مش بسرعة أوي ومش بالراحة أوي يعني عشان بس نقدر نستوعبهم التجربة المصرية الاستثنائية في القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن في حياة آمنة أولا وكريمة حصل تغيير إيجابي يعني مثلا في 2010 الـ UNDP اللي هو التقرير التنمية البشرية والصدر عن الأم المتحدة كانوا بيقولوا إيه قالك تفتقد المناطق العشوائية لأدنى معايير أدنى خد بالك تفتقد لأدنى اللي هو ما فيش أقل من كده في معايير التنظيم والأمن وده أدى لانتشار الجريمة والمخدرات وارتفاع أعداد سكان العشوائيات في القاهرة إلى تدني مستوى التعليم بشكل خاص كمان حلو؟ طيب ف2011 كلام ده 2010 حد الشيج يقول لي أصلا 2010 يا سلام على البهج اللي كنا عايشين فيه ده كلام المؤسسة الدولية بص سنة 11 قالك تعاني المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيد والمحرومة في مصر خبلك من كلمة المحرومة لأنها كانت محرومة من كافة الخدمات الأساسية مش أقول لك غير الأساسية الأساسية ما فيش من مشكلات عديدة تدهور الصحة العامة المية الملوسة أنظمة الصرف الصحي مش موجودة غياب المساواة في الرعاية الصحية نقس القدرات اللازمة لتوفرها اتكلموا كمان في نفس السنة على المناطق العشوائية اللي موجودة في مصر بأنها مصنفة كمناطق غير آمنة ده تصنفهم وهم قالوا كل المناطق العشوائية غير آمنة لأنها لما تشكل من مخاطر بيئية وصحية ده وفقا للإحصاءات في 2011 قالوا أنه عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى بس القاهرة الكبرى اللي هي محافظة القاهرة محافظة الجيزة محافظة الأليوبية في 2011 صدر هذا التقرير وقالوا أنه سنة 2000 ده الإحصاء اللي عملوه سنة 2000 كانوا تمانية وثلاثة من عشرة مليون يعني تمانية مليون وثلتمائة ألف نسبة قبل كانوا وصلوا الكام في 2011 يا جدعان بص بقى في 21 قال لك إيه تجسد ده كلام تاني تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة سنة 21 قالوا إيه قالوا تجسد اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتبره أحد أهم الأولويات وتم افتتاح عدد من المشروعات يجي على رأسها بشاير الخير الأسمرات وأنه ده ساهم في انخفاض عدد السكان في المناطق غير الأمانة سنة 23 قالوا أنه هناك تكامل في سياسات التنمية المستدامة في مصر وده أنه تم ثبوته بمبادرة حياة كريمة الحقيقة وأنه هذا يثبت أنه النهج المصري متكامل في التنمية لأنه في بقى إعادة تنمية البنية التحتية تحسين الوصول للخدمات الأساسية والصحية جودة الحياة إلى آخره بص في 2020 كانوا بيقولوا إيه على الأسمرات في 2020 يعني من ثلاث سنين قالوا إيه قالوا مشروع الأسمرات ده هم اللقيين يعد نموذج جديد لاستعاب المواطنين ونقلوهم من مناطق خطرة وأنه تم تطوير الأسمرات بتوفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية وأنه المشروع يتمتع بشوارع متسعة ويوفر الخصوصية للسكان وأنه ده بيحسن من جودة حياة السكان